وصلت إلى مطار العريش الدولي في شميل سيناء ست طائرات جديدة تحمل على متنها كميات من الأدوية والمساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة وأكد الهلال الأحمر المصري أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي حتى أمس بلغت ثلاثمائة وثلاثين طائرة حملت على متنها أكثر من ألف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة هذا وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري تبع